هذا واتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين أو وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكيا ثلاثاء على التعاون لمواجهة تداعية الحرب في أوكرانيا وتعزيز التجارة الحرة والطاقة المستدمة والأمن الغذائي وتزور إيلين توكيو لإجراء محادثات قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونسية والمقرر في وقت لاحق من الأسبوع الوزيران اتفقى على إطلاق تحرك مشترك لمعالجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مع تعزيز التعاون لبناء سلسلة توريد أقوى وفق تعبير نص البيانة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصادين الياباني الأمريكي فقد اتفقنا على الاستجابة بشكل مناسب لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأزمة الغذاء التي تفقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والتعاون الوثيق مع البلدان التي تشترك في نفس القيم لبناء سلسلة توريد أقوى